وقر العلماء على من يتساهلون في فتاوى الطلاع على خلاف إجماع الفقهاء وما استقر عليه المسلمون أن يؤدوا الأمانة في تبليغ أحكام الشريعة على وجهها الصحيح وأن يصرفوا جهودهم إلى ما ينفع الناس ويسهم في حل مشكلتهم على أرض الواقع فليس الناس الآن في حاجة إلى تغيير أحكام الطلاع بقدر ما هم في حاجة إلى البحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكريم يعني اللي هو شوفوا هو ده السطر اللي بيعبر على أنه يعني شوفوا إزاي تسهلوا حياة الناس العيش الكريم للناس اللي هو الأعباء المعاشية والاقتصادية هو سطر البعض تعمل معهم أنه سطر سياسي موجه للحكومة وموجه للرئيس أنه فشلتم اقتصاديا جايين تكلمونا على أن الطلاق سببه الطلاق الشافعي لا الطلاق سببه لا ده موجهة فانديم موجهة لسياد تناب أولا بصفته وكيل لجنة التضامن الاجتماعي داخل مجلس الشعب ماشي ومن مهمة اللجنة دي على ما أذكر يعني وهو موجود ومرسوم على موقع البرلمان أن مهمة اللجنة دي أولا اتضامن الاجتماعي العدالة الاجتماعية والتكافر الاجتماعي تفضل يا فانديم طب هكامل أنا ما قطعتش حضرتك ما أنا أقول لحضرتك أنا لا موقع أنا نفسي ترد على الكلام العلم يا فانديم هرد هرد يا فانديم هرد حضرتك تزمرت بسبب هذا السطر يا فضيلة الشيخ بس عشان حضرتك قلت في سياق الكلام ده رد على شيء في ليس في المجلس يا أستاذ وائل النائب في البرلمان إذا كان عضو في لجنة يمنعه ذلك من أن ينظر في قانون يخص تخصص لجنة أخرى لا يا فانديم يا فانديم وأنا ما اعترضتش على حضرتك إذن أنا نائب في أنا وقي لجنة التضامن لكن عندي عمل على أمور تخص لجنة القرى يا أستاذ محمد يا ساتة نائب بعد إذن حضرتك لا 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 أنا لم أعترض عليك وأعلم هذه الأمور حضرتك من مهام هذه اللجنة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة والدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي إلى غير ذلك والذو الإعاقات وأطفال الشوارع أليس كذلك أمان مخطئ في هذا السر نعم حضرتك شفت منظر يندى له الجبين قبل دخولنا إلى هذا الاستوديو الأستاذ ويل عرضوا عن طفلين الطفلين دول ما عرفش اسمهم إيه بيأكلوا من القمامة ماشي ربنا يا عافينا وأنا بقول لحضرتك ودي مهمة حضرتك لا دي مهمة كل مسؤولة الدولة يا فندم مهمة حضرتك أن أنت توفق لهم معيشة كريمة كفى بالمرهي أتمنى أن يويع أنا هرد على حضرتك طب ما ترد يا فضرت الشيخ وحرك فاكر أننا هنقعد لغاية بكرة هنقعد